مراكز صيفية بصبغة طائفية فعاليات مكثفة لافتتاح مراكز تحشيد وتعبئة تستهدف الأطفال في المدارس والمساجد والساحات العامة ومعظم المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوذي بحسب مصادر تربوية فإن الطلاب الملتحقين بتلك المراكز يتلقون تعبئة دينية طائفية ومفاهيم تتناقض مع الثقافة الوطنية والمبادئ الإنسانية نحن نكرر الحظ على الاهتمام بهذه الدورات الصيفية عملت الميليشيا بكل ثقلها السلطوي والاجتماعي للدفع بطلاب المدارس للالتحاق بالمراكز الصيفية التي افتتحتها ويرى مراقبون أن الميليشيا تعد هذه المراكز كمحاضنة فكرية لتعبئة الأطفال والنشء على الثقافة الطائفية تعد المراكز التي تديرها الميليشيا بيئة خصبة لها للحشد إلى جبهات القتال بعد استكمال عملية التعبئة الفكرية وحشو عقول الطلاب بأفكار الموت والولاية وبث الكراهية يقول معلمون وأولياء أمور إن خطر التلقين المباشر الذي تعرضه ميليشيا الحوثي على الأطفال قد يحولهم إلى مشاريع موت مستقبلية ووقود لحرب يرمون إليها بالآلاث تسيطر الميليشيا على المناطق الأكثر كثافة في عدد السكان وهذا يعني أن الشريحة الأكبر من اليمنيين معرضون للحشد إلى جبهات القتال أو الغزو بأفكار الحوثي المرتكزة على ثقافة الموت أيضا المشكلة الأكبر فداحة تتعلق بالأجيال الناشئة التي قد تحمل معها بذور الحرب إلى أجيال قادمة تاريخها مفخخ بأفكار الموت